اليوم بجديات موضوعنا مشاهدينا الكرام انه بصراحة لازم ما نحكو فيه لازم ما نحكو فيه لانه موضوع بجديات يعني صعب ان احنا نسكتو عليه باختصار انه موضوع يرفع للموت صدقوني يرفع للموت تقولي يا ساتر شنو الموضوع يرفع ايه لما نجي نتكلم عالحرقة لما نجي نتكلم عالحرقة فمعناها موت ياما من عائلات ان هي خسرت اولادها لانه هي غرقه في البحر ياما من عائلات استرقوها اولادها باش انهم يحرقوا هالبا امهات ان هي عيونها صارت دم على خاطر حرقة ولدها قلبا حرق لان ولدها حرق معقولة لتوى ان احنا مفهمناش ان الحرقة هي الطريق الاولى للموت بتقولي والله في هالبا ناس حرقوا ووصلوا وعاشوا نقولك ايه صح واجابتك انا هي قاعد نستنى فيها للعلم طيب تقدر تقولي تقدر تقولي كم نسبة الناس اللي هي حرجت ووصلت بين الناس اللي هي غرجت في البحر والناس اللي توقفت اه انا نعطيك وقتك باش انك انت تفكر وتجاوبني بس في الاخير انا اللي عندي الاجابة الصحيحة والرسمية عزيزي المشاهد نسبة الناس اللي وصلوا ما تتعداش خمسة في المية من نسبة اللي توقفوا واللي كلهم البحر انا عندي سؤال واحد بس نبي الاجابة عليه ليش تحرج ليش سؤال واضح بس نبي هل لانك انت على سابق المثال بطال وما تخدمش مثلا نعطيك على العمل مجعمس الحوش هل لانك انت مثلا ما لقيتش حظك في بلادك هل لانك انت تبي الغربة باش انك انت تعيش بالدولار وباليورو صدقني هادي كلها تخريف زي ده تخريف زي ده بتجي تقولي يا اللهي كيف تخريف زي ده تحساب انك انت يعني اول ما بتوصل للغربة بتلقى خدمة وتلقى حد يجيبك يجيك يقولك تعالى ها هادي خدمة اخدم لا 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 شن بتخدم شن بتخدم قولي انا معك نسمع فيك شن بتخدم بتخدم في جهوة بتخدم في مصنع بتخدم في شيل بنزينة بتشتغل في لواجو شن بتشتغل تخدم في مطعم تغسر معين اي شي شن بتخدم طيب الخدمة ماش عيب ماش عيب بس ليش الشي هذا ما تديراش في بلادك ليش ما تخدماش في بلادك ليش اليد العامي لان احنا ما نلقوش فيها في البلاد ويجيبه من برا انت موجود طيب انك انت بتشتغل خدمة هادي مش عاجباتك في بلادك اخدم بلادك علش نمشي نتغرب ونمشي نخدم بلاد الناس ليش والله يجاك عاقد خدمة ايه معاك يا سيدي والله يعني واحد من الناس نفرح لك ومعاك وانسان دك يا اخي طلعت برا لدولة اوروبية بفيزا سياحية والجايت خدمة رسمية ان هو شخص بيديلك لوراق اوكي معاك صدقني وبرضو معاك بس ما تخسرش حياتك ما تخسرش كرامتك يعني انك انت رافع فلوك وماشي لبلاد الناس يعني شين خليت فيها شين خليت فيها اللي خليتها انك انت امك تبكي عليك ليل النهار مش بدموع بالدم بالدم ما تخليش والدك ان هو يتحصر عليك لانك انت ما تعرفش عالدنيا اصلا ايه شين فيها يا سيدي دير مشروع حتى صغير دير مشروع حتى صغير ان شاء الله حتى طاولة طاولة في رأس الشارع مبيع فاها حتى ألعب مبيع فاها اي شي في بلادك ما حدش ان هو يتجمل عليك وبالحلال الشوية بالشوية اللي انت تحصر الوضعية صدقوني ليبيا في الوقت الحالي مستحقة لكل شبابها انت حاليا قاعد تشوف فيها وتعرف ان هي ليبيا حاليا مستحقاتك محتاجاتك انت اللي قاعد تشوف فيها حاليا ليبيا محتاجاتك لما بتطلع لمن بتخليها جاوبني لمن بتخليها البلاد هاكم كوركم طلعتوا لمن نمتكوا عز البلاد من فه فكر فكر الله يخليك ما تجيبش الموت لروحك الموت علينا حق لك مش انت تودي روحك للتهلوك يا أخي خليك بكرامتك في بلادك قو طالب يا سيدي ايه عادي الدولة مقسرة معاك طالب ايه طالب ضقه على البيبان هادي بلادك وانهما واجبهم الدولة انها ايه تخدمك وتوقف معاك مش بجميلهم اسمعها مني يعني خليك بكرامتك وبقدركو في بلادك ما تخليهاش لعبة في ايد اي حد هادي راهوا ليبيا ركز شوفوا كبر الكلمة ليبيا مش شي صغير ليبيا بلاده ما تخليهاش الله يخليك كل حد قاعد يشوفيها حاليا خوي اختي اين حد قاعد يتابع فيها ناحليا راهوا ما نخطبش بس في الرجال اوكي خلوني من اللي الرجال فقط خلوني من اللي الرجال فقط اني نخطب في الجميع توا في كل الناس الله يخليكم ركز مش هنطور عليكم هالفا حسنتم راهوا علينا يتغطر على الموضوع لكن بجديات ان هو الموضوع اقسم لكم بالله العظيم راهوا لما نتكلم في حاجة ما نتكلمش من فراغ ارا هو وعلى لما انك انت تفتح تليفونك تكون تتصفع باش تقرأ اخبار حلوة فجأة تلقى حد ملوحة البحر راهي صعبة راهي صعبة اشتركوا في القناة